بس صريعا يعني شايف الطبيعي كرة فيها خصارة ولا الاهلي أداء زي ما احنا برضو بعض المشاهد بنكسب في الديئة 95 أو في آخر ديئة من المباراة خلاص خسرنا في آخر ديئة ومباراة مش دي نهاية العالم ولسه بدري قوي لكن لازم الناس تتكلم بموضوعية يعني يمكن وحنا في البريك طريق بيقول لو الهدف ده ما جاش ما حدش كانتكلم على ودي دجلة ولا جاب سيرته وكان هيقوله النادي الأهلي ركب المباراة وهو الكلام فهي ده حل المباراة يعني وحل المباراة عموما فمش عايزين نضخم الأمور أكتر ممكن ومعتني يول ما كانش ما يقصدش نايمة عن المخد أنه خلاص يعني ضمن لا 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 أخا آه معلش كنا بيتكلم في الجزئية ديت والراجل يمكن فصر الكلام ده يعني هو بيتكلم أننا لو كسبت التلات المباراة اللي جاية هيبقى في نوع من الريحية بالنسبة لي هو لعب المباراة المتبقية براحة بيتحرف الكلام معلش 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 كده هو قال حاجة بتقول معنى كلامه أنه هو لو كسبت تتسجينها بقى هنام عن المخد في إريحية طب ده ينفع الكلام ده كابتن يعني هل ده هو مثلا في مصر هنا ما ينفعش أقول كده أهو أشوف أنت قالت في مصر هنا يمكن أنت برضو الفترة اللي أنت عشتها في أوروبا وبتشوف التصريحات بتاعت المدربين بيبقى فيها نوع من الفكاهة شوية يعني خلاص لكن عندنا إحنا يعني عشان حصل مثلا هزيمة هي فالناس يقول لك ههو يا عمي لازم تركز ولازم آه طبعا غلط يعني آه طبعا يعني أنا أنا في رأيي طيب أن الرجل ما كانش يقصد أي نوع من الأهنة أو الاستهتار بأي حد نقطة صغيرة كان من الممكن لا كم من الممكن للمترجم ما يطلع حاشكت رفع عليك يقولها بطريقة دي ميزة المترجم يزومة اللي يبقى فهم كورة معايش الدنيا فهو كان مفروض يقولها بصيغة زي معنى كابتر إجرامي كده يفلتر الدنيا ده الصح طيب إذا ما لك